السلام عليكم الأخوة إن شاء الله رأيكم بخير أعطيكم صحة لرأيكم تبعودي مرحبا بكم في السلسلة الجديدة كان 2019 سنرى كيف كنا في 2019 وكيف كنا نلعب وكيف كنا نلعب وكيف كنا نلعب المهم هذه هي الحلقة الأولى وسنضروا على الكرات الطويلة الحلقات الأخرى سنضروا على أمور الخروج بالكرة وسنضروا على الوسط الميدان وسنضروا على الهجوم والتحركات وكذا 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 المهم الطائح كتر من نايد إن شاء الله تعجبكم هذه السلسلة تبعو معايا كما قلت لكم نبدأ بالكورات الطويلة عدة مرات في القصرات كنت نقول لكم بأن الكورات الطويلة كنا نلعبوها بالوسط الميدان الناس لم يكن بالك يفهموا لكن الناس ترى دائما في العمري يضرب والهجوم بالصح الكورات الطويلة كنا نلعبوها بفضل وسط الميدان وسنفهمكم علاش بالماضي الاسطلاتيجية والخطة التعو في 2019 فالكان عرف كيف يتعامل مع الكورة الإفريقية على بل في إفريقيا ما يلعبوش لا دفاع المنطقة في إفريقيا طاكتيكيا ضعاف سوف يلعبوا دائما بالمراقبة رجل لرجل يسمى المركاج الانديفيديويل أو منتو 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 وهذه هي اللي يستغلها بالماضي كي عاد إفريقيا يستعملوا منتو 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 مراقبة رجل لرجل بالماضي سيف الفرق الإفريقية لكي تدير غلطات في هذا التمرين هذا بالذات لكي تتحركات تعلعبين على وسط الميدان دوك ندخلوا شيئا في تفاصيل لكي تلعب بالكورات الطويلة لازم لك نسبة كبيرة لكي تسترجع الكورات في منطقة الخصم كيف تدير لكي تسترجع الكورات في منطقة الخصم لازم لك أن أعطاء كون يربح لي جويل اللي هو بنجاح بنجاح كان في أوج عطاءه في 2019 في هذا التمرين هذا بالذات اللي هو الفوز بالصراعات كان دائما يطلع في الكورات الهوائية ويحاول يربح الصراعات ما كانش عنده نسبة كبيرة يربح 28% على الصراعات الهوائية بالصح كانت عنده 8.3 صراعات في المباراة ما هذا معدل في المقابلة كانت عنده 8 صراعات الهوائية وهذا عدد كبير جدا نعطي له حق البنجاح في هذا الكورات الطويلة نبدأ ندخله في وسط الميدان كيف كنا نربح بهذه الاستراتيجية بفضل وسط الميدان التحركات لعبين الخصم اللي كانت عندهم ساذاجة تاكتيكية اللي ما كانوش قادرين يتبعوا لموفمونتها وعنا كان عندنا فغولي وبنناصر في وسط الميدان نتبعوا تحرك هنا هذا نموذج فغولي كان في وضعية متقدمة يبدأ يتحرك ويسي يسحب اللعبين الخصم للدفاع قديورا قديورا يسحب اللعب نحو التامس وبلغ ما يفقوا الخصم يلقى في وضعية وين عندنا دو مليوتين هنا بالناصر وقديورا في وضعية يقدروا يسترجعوا فيها الكرة الثانية لما الكرة طاويلة ترى عند بونجاح كرة الثانية عندنا دو مليوتين وين يقدروا يسترجعوا الكرة ورام ديجا فاتوا اللعبين خصم فاتوهم بالتحركات بالتمويه بجلب الأنظار يعني هاي طولها كما تحبوا المهم التحركات وسحب اللعبين يخليوا الفريق الخصم ما يقوليش يركز مليح ويتبحر شكو اللي لازم يشد باسكو عندو مدك المنتو من ماركينج يقوليش يشوف فغولي في منطقة اللي مكاش نورمال مان فيها يقوليش يعز فغولي قديورا وبعد يجلب بالنظر اللي عندو الاخر ينسى فغولي وبعد يبدأ يركز على قديورا الاخر يشوف بالناصر وما يشوفش فغولي وهي رايحة هادي هي اللي لعبنا بها الكورات الطاويلة لماذا كانوا يمشون؟ لأنه كانوا دائما في الكورات الثانية كما راكم تشوفوا في هاد الوضعيات امام السينيغال امام نيجيريا امام كينيا ثاني المهم فهمتوا الاستراتيجية والخطة وراء الكورات الطاويلة انا تشوف محرز قديورا وبالناصر في منطقات تعبو نجاح لما الكورات الثانية تعودوا في اللاب فهمتوا القصد التحركات نخلط الحسابات للمنتو من ماركينج هذا الوقت الثانية على بل عمري وماندي اللي كانت عندهم دقة في الكورات الطاويلة كانوا قاع في اوج عطاءهم اللعبين وبعد نقص المستويات امام الدقة ما كانش امام الاستراتيجية ما تمشيش امام التحركات المهم فهمتوا القصة الكورات الطاويلة لم نكن نفوز بها غير بوسط الميدان كنا نفوز بها ثانية تحركات كنا نفتح الاجنهة بليلي كان يدير تحركات ما كانش قاعد غير على الجانح يستلم الكورة ويسي طيح ولا كان يتحرك تانية بدون كورة وكان يفتح الريوق للظاهر كان تحركات اخرى اللي هي بونجاح اللي كان يجلب معه المدافعين المحور ويخلي الجانح ياخد المساحة في دهر الدفاع كما هنا يا امام كينيا بونجاح جلب لعنده المدافعين خرجهم من منطقتهم بالليل يفهم ديراكتما باللي لازم ياخد المساحة وبهذه الطريقة لي تمشي الكورة الطويلة كد تكون لقطة خطيرة لو لا ترويد الكورة بالليل لم يكن جيدة ليس صعيبة باش تكتروليها هادي وماندي كان يمد كورة طويلة رائعة في الكأس افريقيا 2019 في هذا اللقطة كورة طويلة من بلحي البنجاح شوفوا ش كوني كان معه لجوار الميليوتيرا فغولي بن ناصر في وضعية وين سبقوا اللعبين تع السينيقال معنا كيف كيف معا كينيا كورة طويلة فوز بالسيرع كورة ثانية شوفوا ش كوني راتما فغولي قدرنا معا نطلقوا بها في هجمة معاكسة اللي بالليلين بعد ضيحها كانت استراتيجية تانية اخرى اللي هي لما الخصم يتقدم كنا نلعبو كورات في ظهر الدفاع لما الخصم يكون متقدم نتجلبوه لمنطقة تانا ومعا نخدعوه بكورة طويلة كما هذه بالعمري البونجاح امام كولومبيا يعني الدفاع كولومبيا كان متقدم كورة طويلة من بالعمري ومبعد ضيحها الكورة هنا هنا امام غينياء بونجاح يفوز بالسيرع وشوفوا دايما دو جوار قراب من الكورة الثانية هنا محرز ومبعد فغولي ماشي بعيد وعاودنا تحولنا الى الهجوم وكاد تكون لقطة خطيرة جدا هنا الكورة الطويلة لا كانت دائما موفاقة كما راكم تشوفوا بالعمري مباشرة 6 أمطار هنا لا كانت دائما موفاقة وهذه الثانية بالعمري ثانية في ظهر الدفاع هنا امام نيجيريا بالعمري مباشرة المحرز وانا تقدروا تلاحظوا زوجة اللاعبين مهمش بعد على محرز لانهم يسنوا الكورة الثانية والدليل فغولي هو ليستلم الكورة بعد وقدرنا هم بعد نعودون باللعب واش تقدروا تلاحظوا امام نيجيريا ولا امام كود ديفوار ولا امام هذا الفرق صعيبة شوية على كينيا ولا غينيا لكن كيو سيدي زيكيب لي احسن من من هذوك الفرق للضعيفة كما تنزانيا الفرق هذو متع نيجيريا وكذا احسن طاكتيكيا من الاخرين فغولي كانت عنده صعوبات باش يستلمها بطريقة سهلة كان عنده ايووبي ما كاش بعيد اللي كان يراقب فيه ماشي غير تحرق برك وكاين اللي في قولك بيانسور كاين فرق لي احسن طاكتيكيا احنا هتانيت كما راكم تشوفوا اما من نيجيريا ما نديعطة كورة طويلة سحشوفوا مليح كيفاش قدرنا نلعب هذه الكورة هذي محرز دخل في وضعية متأخرة هنا من الجهة اليمنى باش يفتحون بعد الجهة اليسرى على بلايلي هنا بلايلي كان ذكي جدا نعطيها بالرأس البنجاح اللي عاود ردلوا الكورة وقدروا بعد يفتحوا دفاع نيجيريانا كنا نحوسوا بزاف على بلايلي على الجهة بلايلي من الجهة اليسرى في الكورة الطويلة كان تمشي مليح والديفوار اللي كانت متأخرة في النتيجة كانت تحبت تعدل النتيجة دون كانوا يخرجوا من المنطقة وعلى بها زفان تكون لقطة خطيرة هنا وجبنا بها ضربة جهزة اللي مبعد ضيحة بنجاح فريق غينية تانيت كان يخرج من المنطقة وكنا نلعبو كورة طويلة في ظهر الدفاع وبنجاح كان يدير ديزابيل دوبال هذه تانيت طريقة جيدة لما دفاع الخصم يخرج تقدر تلعب الكورة الطويلة بسح لازم يكون عندك مهاجم ليكون مركز مليح وحنا شفونا باريكزون في كاسي فريقيا الفين واثنين وعشرين في كاميرون بنجاح كان يخرج أورجي في كل مرة ولعبو لنا بدفاع متقدم كل كورة طويلة بالعمري ما كانش تمشي يقع وحدا ما مشات فيهم في 2019 قلت لكم كنا في أوج العطاء لجوارتها وعنا كانوا صغار في السن على بيها كنا في المستوى كان قديورة في عمرو 34 قال لي جوار الأخرين كانوا تحت 30 سنة كانوا مركزين مليح كانوا في أوج العطاء كانوا حابين يربحوا بلايس هوم تاني الأمور تختالف بين 2019 هوم ومن بعد هناك كورة أخرى من بن سبعيني البنجاح مباشرة في دار الدفاع لكن البنجاح ما عرفش يروض الكورة وكان يزعف دايما كان يطلب الكورة في الرجل وكتاوه هذي المهم راكم فهمتوا كيفش كنا نلعبو الكورات الطويلة كان هذا أول جزء تاع الكورات الطويلة كنت حابين نفهمكم كيفش الكورات الطويلة تاعنا كانوا يمشوا في هذا الجزء الأول إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ونتلاقوه في الجزء الثاني في بناء اللعب والخروج بالكورة إن شاء الله تعجبكم هذه السلسلة كونوا في الموعد يعطيكم صحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر